واحد اسمه عبدالله البيرماني صيدة لي صار هذا أهل الدزيو يروح لبيت جدة بالكرادة ببيت جدة بعيدة كم كيلو متر يجيب لبن اللبن يجيبه بالجدر قدر يخليه على راسه طريق كله يذب وينوصل باب بيتهم يذب جدر اللبن بالساقية ليش ما ذب قبل ما يوصل هذا امتحان لي إرادته فو حقق إرادته بس هذا اللبن أذله حوله إلى شيء آخر أحيانا الإنسان ما يقبل اللبن يذله ويذب اللبن وأهل الدازي يجيب اللبن والزبد أكلهم هذا هلأ مر ينطبق عليك؟ ينطبق عليك أحيانا كل شيء أو شيء إلا أسويها بس منا سوي يقولوا فيما لو هاي دخولي بالبرمان خروجي مثل أبو اللبن عبدالله البرماني ولكن يعني أما من سبب معين شو؟ أما من سبب معين لا أنا عدي مزاجية وهذه الحاسة هي حاسة سوي كأديب لو بدون الحاسة ما صير أديب يعني الجواهري عند أبيات شعر هو يناقض نفسه يقول كلام وما يدري يروح بر فترة يقول فذلوا يقول بالستة وخمسين كفرتوا بالسلم من بعد الجنوح له فقدوا هتحججوا منه وأنصاروا بالتسعة وخمسين مظاهرات والسلام قال أعمنتوا بالسلم لا دين لمن كفروا به ودين لأهلي وأنكفر فكتبت هالشكل فكان الله يرحمه يعني ماتوا ما يحبني لأنه أنا داخل بعماقة السيكولوجية والنفسية وأنا أحبه لأن ما أفضل شاعر هو استمرار العصر العباسي بوفاة الجواهري انتهى العصر العباسي يلا هذي بينقاوسين نعم سنتناول هذا الجانب الشخصي من حياتك للحديث عن صفات عامة ولكن أستاذ حسن هل أخلصت الأحزاب القومية لشعوبها برأيك يعني جميع الرؤساء والحكام عرفوا بنزاهتهم أخلصوا للمال العام ولكن هل أخلصوا للشعوب أين كان الخلل برأيك ها أنت شون تسوي قومية السلطة أنا محال جباحة كتبي هاي قومية السلطة في بلد بيت أكراد وتركومان وعرب سوى يصير يعني انسفت الأكراد إيش قلت يطي الأكراد ربع السكان إذا أنت ما لك حق خمسة تركومان هاي صار ثلاثين بالمئة إذا ما لك حق وثلاثين بالمئة إنت متجاهلهم شنون لهذا الدستور العراقي اللي سوا عبد الكرب قاسم كان ثورة العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن شكرا